حط لايك بالخمس سوان القادمي لحتى تحصل رأسة فورتنايت لعيد ميلاد الثالث بشكل مجان احلى سكان بطاول ارضية كيفكن يا شباب اليوم فورتنايت عيد ميلاد السنة الثالث ان شاء الله يعني اللعبة صلة ثلاثة سنين انا ما بارف ليش فرحان بعيد ميلاد هيك انه اخ من اخواتي او ولد من ولادي ما بارف شو الفكرة ان ليش فرحان فيها بس انا فعليا صلي ثلاثة سنين عم بلقى بها اللعبة وهات ثالث سنة بحضرها للعبة او ثالث عيد ميلاد بالنسبة للعبة حاليا يا شباب مانع عيد ميلاد فورتنايت بتاريخ ستة وعشرين تسعة بمثل هذا اليوم تم اختراع شي باسم البطل رويل بالنسبة لفورتنايت اول شي كانت طور الزومبي بعد من اختراع شي باسم البطل رويل يوم ستة وعشرين تسعة وفرقوا الزومبي فرقوا البطل رويل عن بقى حاليا يا شباب السنة التالت لفورتنايت هلأ صار عمرة تلت تسنيد البتل رويل بالنسبة لفورتنايت وبهالمناسبة شركة فورتنايت نزلت أشياء جديدة وبتحديات جديدة لحتمديك أنك أنت تاخد من وراها باكبلينغ ولون وسبري وثمانين ألف إكس بي كل هاد لحتقدر تاخده بتحديات بسيطة جداً لحتشرح لك يوم هلا مبدأ أيام بالنسبة للرقصة يا شباب الرقصة أول ما تفوت على اللعبة لحتحصل الرقصة بشكل أوتوماتيك طيب الرقصة يا نيمو لأمتى لو أنا برات البيت اليوم؟ الرقصة يا شباب ليوم واحد أكتوبر يوم واحد عشرة آخر يوم معك لحتى تقدر تحصل الرقصة وتحصل التحديات يعني إن شاء الله ليقلب يوم واحد أكتوبر أو واحد عشرة مثل ما بيقولوا الفين وعشرين لحيوقفوا التحديات لو هتركوا عليك الرقصة يعني معك خمسة أيام من تسجيل هذا المقطع إن شاء الله هتحصل الرقصة لو تقدر تخلص التحديات تمام يا شباب بالنسبة للرقصة هيك لحتحصلوا بيطرية الرأسة حلوة كتير هي عبارة عن شخصية بتمسك كيكة هيك وبتمفجر بوشها الصراحة الرأسة حلوة كتير بالنسبة للتحديات يا شباب بتفوت على تربيسة التشالنج أو التحديات الخاصة بقائمة البتالباس بتفوت عليها بتلاقي آخر شي عندك قائمة البيرزي أو عيد ميلاد فورتناين بالنسبة لهدول التحديات يا شباب اللي ظاهرين أمامك لكم على الشاشة هدول التحديات نفسهم باللابة نفسهم أنا حتتلاك ياهم بصورة ورشتك ياهم كشكل لحفامك نظامهم بالترتيب بالنسبة لأول التحدي بيطلب منك أنك أنت تلعب 10 ماتشات مختلفة لحتى تحصل السبري أي 10 ماتشات كانت سولو دوس كواد تيم رمبل مارفل أي جيم كان بتلعبه بطور البتال ريال لحتحصل أنت من وراء السبري ومن طلب منك 10 ماتشات والتحدي تاني بيطلب منك أنك أنت ترقص عند الكيكة الخاصة بعيد ميلاد فورتنايت لحتى تقدر تحصل اللون لزاهر أمامكم هذا اللون يا شباب لون اسطحة والطيارات والسيارات بشكل عام يعني هذا اللون يا شباب بتقدر تحصله لما أنت ترقص عند 10 كيكات مختلفة الكيكات متل مزاره أمامك على الخريطة هدول ه bey vậy لدي المزارع والكيكات وموزعين بالاماكن الكبيرة اللي هي مثل ديرتي سيلتي سويتي دومي هدو الأماكن الكبيرة ليزي كيتي مستي الأماكن الكبيرة فقط موجود فيها كيكات الكيكات بتلاقيها بشكل مكشوف ما بتلاقيها مخباية يعني مشان ما تقعد تدور كتير وما تلاقي الكيك الكيك بتلاقيها بوسط المكان أو بمسط المدينة بتلاقيها بشكل واضح جدا مطلوب منك ترقص عند عشر كيكات لتخلص التحدي التالي بالنسبة للتحدي التالت التحدي التالت بيعطيك إيموجي اللي هو كيكة وعليه رقم ثلاثة اللي زائر أمامكم التحدي التالت بيطلب منك أنك أنت تضل عايش لـ 500 شخص كي بدأ تساوي هذا التحدي أنا اللي حلمة كيف تساوي هالتحدي؟ بتفوت سولو أو دو أو سكواد كل عليك أنك أنك أنت تختار هدول الأموات فقط المفروض أنه أنت يموت هدول الأشخاص يموت من الميت شخص مثلا يموت 50 مجلد ما أنك أنت مثلا عم تلعب سولو فتنا ميت لاعب بالسرفر بيضال خمسين لاعب هيك مات خمسين لاعب انت هلا نخصم من الخمسمية خمسين يعني المفروض تخلي الناس تموت اكتر وانت تضل عايش يعني بتلعب سولو اذا جبت الجيم السولو طبعا انت من توب مية وجبت الجيم توب واحد بنحسب لك انه مات تسعة وتسعين شخص التسعة وتسعين شخص سلي ماتوا بنخصموا من الخمسمية هذا هو مبدأ التحدي التالت انه بيطلب منك تموت ناس وانت تضل عايش بيطلب منك تموت خمسمية شخص ولكن يموتوا بالسيرفر مو انت تموتون يموتوا بالسيرفر لعاب اي جيم كان دو او سولو او سكواد وانا على البس المباشرة عم بلعب سكواد مع جميع المتابعين لو حابب تلعب معي فوت على صفحات الفيسبوك نيمو ثلاثة والي ظهر اماما بتفوتوا بتلعب معي سكواد ومنجيب جيم دائما اي دائما منجيب اقيام فهيك انت تبكسب انك انت انت نلعب مع بعض ومتعرف لبعض اكتر وبتكسب انك انت تخلص هذا التحدي بسرعة اتمنى تكونوا عرفتوا التحدي واي شي بكن يكتبولي بالتعليقات وبالنسبة للتحدي الاخير اللي حيعطيك 80 الف اكس بي التحدي الاخير اللي بيطلب منك انك انت تاخد هيل او شيلد من الكيكات خمسين يعني الكيكات موجودين على اماكن الماب كلاتها كل عليك انك انت تروح على اماكن هدول الكيكات وبتلاقي كيك صغير او بتلاقي قطع كيك صغير مسلس محطوطين بطبق على ارضية الكيك او بالارض اعزكم الله كله عليك انك انت تروح تاكل هاي الكيكة متل ما بتاكل المشروم التفاح الفطر متل ما بتاكل اشياء تانية بتعطيك هيل من السنة دي بتلاقي الكيك بالارض بتروح بتاكل الكيكة وهيك انت بتعطيك شيلد هي بتعطيك عشرة او خمسة ما اللي متأكد انا هاي السنة قديش بتعطيك بالضبط بس بطلب منك تاخد خمسين هيل او شيلد لحتى تخلص هاد التحدي ولما تخلص الاربع تحديات لح يعطوك بالسنة التالتة اللي زارة اللي عبارة عن كيكة وعليها رقم ثلاثة وش مو انا حاليا معي السنة الاولى والتانية وهلا ان شاء الله لحصل السنة التالتة هيك بالنسبة شرحنا تحديات عيد ميلاد فورتنايت للسنة التالتة كلها ياتون لو محتاجين اي شي كتبوا لي بالتعليقات ولو حابين تعملوا معي التحدي الخاص بالتوب خمسمية ياري تلعبوا معي على البس مباشرة على نيمو على الفيسبوك متشرف متعرف لبعض اكتر وبنلعب مع بعض ومنحاول ان شاء الله ان شاء الله ان تخلصوا هذا التحدي لو الموضوع صعب عليكم اتمنى ايكون اعجبكم هادا المقطع واستمتعتو كود دعم بلقاتوا مشوا بنيمو 9 وبس هيك يعني كل عام انتوا بخير فورتنايت وبتمنى انك تحسني من حالك اكتر يعني وهي السنة الصراعي ان شاء الله تكون حلوة على لعبة شكرا لكم يا شباب وبرعاة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبرعاة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة